السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم بآدم وإياني إذا في الفيديو دي نيوه نقوم بتصحيح فرد لمادات الرياضيات للمساواة التانية إذا الفرد التاني للدورة الأولى أو ما يسمى فرد المرحلة التانية للمساواة التانية إذا الرابط الفرد ستلقاه في صندوق الوصفة على شكل PDF ممكن تقوم بتحميل مديره إذا نغمده الآن بالسؤال الأول إذا السؤال الأول يقول أقارن كل عددين وأضع أحد الرموز أكبر أصغر أو تساوي إذا نغمده بالمقارنة الأولى إذا نغمده بالمقارنة الأولى 192 كيف هي أصغر من 122 و50 ربش المقارنة التانية 619 و691 إذا كذلك أصغر أصغر المقارنة الثالثة 349 كيف هي أكبر من 347 ثم 140 تساوي 140 نمشي الآن إلى السؤال الثاني يمثل الجدول عدد النقاط التي حصل عليها أربعة أطفال في مسابقة للرماية إذا لا على الجدول فيه الأسماء وعدد النقاط إذا نطلبنا الطفل الذي حصل على أكثر عدد من اللقاط إذا سوف نرى عاديل حصل على 165 فاطمة حصلت على 150 مريم 203 محبا 156 إذا ما هو الطفل الذي حصل على أكثر عدد من اللقاط إذا ترشف أعلى عدد النقاط وهو 103 بالنسبة للطفل مريم أو الطفلة مريم إذا سوف يكتبون الجواب إذا هنا سوف يكون الجواب الصحيح هو بر مريم إذا مريم safest أفسد الطفل الذي حصل على أقل العدد من اللقاط إذا أقل عدد من اللقاط وهو 156 حصل عليه الطفل محمد محمد إذا هنا غمشوا للسؤال المولي ورتبوا اللقاط التي حصل عليها من الأصغر إلى الأكبر إذا هنا هذه اللقاط سوف يرتبوها من الأصغر إلى الأكبر إذا الأصغر بعدد لقاط هو 156 أصغر من ماذا مئة و تمانية و خمسون نعم ممتاز ثم أصغر من ماذا مئة و خمسة و ستون ثم أخيرا مئتان و تلات و تلاتة إذا نمشل الآن السؤال الثالث إذا السؤال الثالث أحسب إذا عندنا عملية الجمع و عملية الطرح إذا نطلبنا نضعها بشكل عمو عمودي إذا نضع العدد الأول مئة و خمسة و تلاتون ثم نضع العدد التالي إتلالي و أربعون و قم نضع الإنجاز إذا الخمسة زائد إتلان سبعة ثلاثة زائد أربعة سبعة إتلان زائد لا شيء هي إتلان إذا قمنا بإنجاز العملية الأولى نقوم بنفس شيء بالنسبة للعملية الثانية إذا مئتان و سبعة عشر مئة و تلاتة و ستون و نضع بإنجاز العملية سبعة زائد تلاتة عشرة نكتب سفر و نحتفظ بواحد واحد زائد واحد اثنان زائد ستة تمانية ثم اثنان زائد واحد تلاتة إذا الجواب هو تلاتة مئة و تمانون نقوم الآن بالعملية الأخيرة إذا هي عملية الطاح إذا نضع العدد الأول مئتان و تمانية و ستون ثم نضع العدد الثاني مئة و خمسة و تلاتون و نقوم بالإنجاز تمانية ناقص خمسة تلاتة ستة ناقص تلاتة ثم اثنان ناقص واحد هي واحد إذا الجواب مئة و تلاتة و تلاتون و ننتقل إلى السؤال الموالي إذا السؤال الموالي ماذا؟ يملك مزارع تمانية و سبعون خروفا باع منها في عيد الأضحى ستة و خمسون خروف كم بقي عنده من خروف؟ إذا نتلات لها عدنا هذا المزارع له سبعة و تمانون خروف و باع ستة و خمسون إذا باش نعرف العدد المتبقي نقوم بعملية الطرح إذا لكتب في الأعلى عدد الخراف التي كانت لديه سبعة و تمانون ثم نقوم بالطرح بالها عدد الخراف التي باعها و ننجز العملية إذا سبعة ناقص ستة واحد تمانية ناقص خمسة تلاتة إذا الجواب بقي عنده واحد و تلاتون خروفا لا ننهجب الآن إلى السؤال الخامس إذا السؤال الخامس يقول أرسم قطعة طولها واحد دي سمتر إثنان سنتيمتر إذا لا كان لكة عرفوا بأن واحد دي سمتر كم يساوي هو هو 10 سنتيمترات إذا هنا 10 سنتيمترات و 2 سنتيمتر إذا القطعة طولها هو 12 سنتيمتر إذا سنرسم قطعة طولها 12 سنتيمتر سنحتاج إلى المسترة إذا المسترة يكون الوحدات ديالها بالميلي بالميليمتر إذا إذا هنا سيكون كل عشرة ميليمتر هي ماذا؟ هي 1 سنتيمتر إذا نرسمه لها 12 من هذه التدريجات الكبيرة إذا القطعة نتقوم إلى 12 إذا هذه قطعة طولها 12 سنتيمتر وهي 1 ديسيمتر إذا القطعة نرد طرفيها إذا ها هي قطعة طولها 1 ديسيمتر 2 سنتيمتر وهي 12 سنتيمتر ننتقل الآن إلى السؤال الموالي إذا السؤال الموالي أحسب كتلة الفواكه إذا لها كتلة الفواكه إذا الغمد بالميزان الأول إذا كنلاحظوا على كتلتين كل كتلة فيها 200 إذا 200 هو 200 هي 400 إذا نكتبه 400 جرام 400 أربع أربع مئة غامشوا دباء للتفاح إذا التفاح لدينا كتلتين كتلة فيها 500 وكتلة فيها 50 إذا الجواب غير يكون هو 500 وخمسون كتلة الموزي والتفاح معها إذا نخصنا جمعوهم 400 زائد 550 كم تساوي؟ أحسنتم 900 وخمسون جراما إذا غامشي السؤال السادس إذا السؤال السادس أكتب ما يناسب جرام أو كيلو جرام إذا لا بكم ما هي الوحدة الملاسبة للكتال إذا المسترى هل تكون بالكيلو جرام أم بالجرام إذا لا 45 نعم جرام إذا لا باللسبة للحبار وزنه يكون بالكيلو جرام 160 كيلو غرام ثم أخيرا باللسبة لهذه الفاكهة إذا عشرون بعد لعب أقرار كراما بهكذا نقولون تهينا متصحيح هذا النموذج نتمنى أنكم تكونوا يستفعون بهذا التصحيح وحد موفق في الفروض المقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة